السلام عليكم أصدقائي الأعزاء الأوفياء متابعي قناة خدوتي مرحبا لكم معنا في فيديو جديد كاتبت لكم كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة كما اشتوا العنوان كما اشتوا في الصورة المصغرة طريقة رفع فيديو على الفيسبوك سواء ملف شخصي سواء صفحة طريقة صحيحة لرفع الفيديو على أي منصة هي يعني اللي كتساعد باش أن الفيديو دينا يجيب لنا مشاهدات كثيرة يعني أغلبكم اللي عنده صفحة أو اللي عنده ملف شخصي يعني فقط أنه يدغل بالطريقة التقليدية الطريقة العادية أنه يبشي يكليكي إلى الفيديو ويقوم بتحميل الفيديو ولكن هناك طريقة احترافية إذا قمت بتحميل فيديو على صفحتك أو لملفك الشخصي هذه الطريقة غادي تساعد الفيديو ديلك باش أنه يجيب مشاهدات عالية قبل ما نشرحها الطريقة أصدقائها أولا وقبل كل شيء لايك للفيديو لك تأول مرة كتشاهد القناة اشترك في القناة وكمل الفيديو إلى النهاية مهم أصدقائك كيف مع القناة على منصة اليوتيوب لا بد من تحميل تطبيق جميل رائع يسمى يوتيوب ستوديو وكذلك عندك صفحة أو لملفك الشخصي تريد إدارته بطريقة احترافية عليك تحميل تطبيق مجاني يعني موجود على بلاي ستور يسمى كرياتور ستوديو ضروري قصدك ضروري تقوم بتحميلي هذا البرنامج هذا البرنامج غادي نقوم بتحميل الفيديوهات عن طريقه وكيفية إضافة الصورة المثغرة للفيديو قبل ما نحطوه في الصفحة دينا أو قبل ما يشوفوه الناس ونجعلوه علىني كذلك إضافة وصف كذلك إضافة يعني كلمات اللي غدا تعاول الفيديو دينا هذا الشي كامل إلا رفعتي الفيديو بالطريقة العادية على منصة الفيسبوك ما غاديش يطلع لك الفيديو مزيان لهذا كتقوموا برفع الفيديو وما كتعرفوش كيفاش تدفلوا الصورة المثغرة وكتقدخوا تقلب كيفاش هذا حاطوه أنا ما عارش لهذا أصدقاء في هذا الفيديو غادي نشرح لكم الطريقة الصحيحة والطريقة الإيجابية والسهلة التي ستساعد فيديوهاتك على الفيسبوك بالانتشار عن طريق رفع الفيديو بطريقة صحيحة مهم كملوا الفيديو إلى النهاية وديروا لايك للفيديو وعلى بركة الله نبدأ في شرح الطريقة بسم الله على بركة الله نبدأ في الشرح أصدقاء الطريقة سهلة للغاية أولا كما قلناه في البداية ديالالفيديو خسنا ترولي نحمله ولا نقوم بتحميل تطبيق كرياتور ستوديو كما قلنا بتحميل ديالو هادي يمشي فقط البلاي ستور را فقط را بالمجان يمكن كتبو كرياتور ستوديو وغادي يطلع لنا هو انفو كنكتبوه غير الحروف البداية كي يطلع لنا آآ كرانا مقنصط عليه عادي نضغطو على هادي كفاة أو لأوفغير من بعد غادي يفتح لنا هذا التطبيق هذا التطبيق كما يجبكم ضروري لإنسان اللي عنده صفحة انفو كنكليكيلي هاوما الفيديوهات اللي عندي منزلين آآ كيساعدني باش أنا كنشوف شحل المشاهدات شحل عندي التعليق شحل عندي البارتاج آآ بالزابد الحواج كيساعدني كنشوف يعني واش الأسهم يعني في الصفحة في التطور في تراجع كنكليكيلي الفيديو كنشوف واش يعني كين تراجع واش كين زيادة في لي في واش كين مهم هنا لك عمر جيد آآ مني كن بغين دابن رفع شي فيديو كم نضغط على داك القنام هنا كي يعطيني واش فيديو ريل او لا فيديو او لا فوتو او لا اون ديريكت او لا تكست يعني كنختار انا مثلا انا بغي ندير فيديو آآ كنكليكيلي كيدخلني اللي كالوري مباشرة من البعد كنختار فيديو انا اختار هدعي فيديو عشوائي يعني ما ما كنشرحش على فيديو غادي ننزلو فقط فيديو عشوائي انفو كننزلو كنلقات الماكينكي يختار لي هو صورة مصغرة اوتوماتيك كي نجنب عندي اجوتي وكي نفوق منها لوتيتغ وكي نا دي سكريبسيون هدية امور لي كينا اول حاجة كننبدأ بااااا لوتيتغ ضروري الزامي نخصت نكتبو ااا كنكتب صالون مغربي مياه في المياه بالنسبة الاسكريبسيون او الوصف ااا مني كنكتبو واوة لي كي يظهر لنا في العنوان كنكتبو دي سكريبسيون وصف مشي بالضرورة عندنا ننضرو في حل اليوتيوب نكتبو وصف طاويل ولننضرو وصف في حلو في حل العنوان سالون مثلا مغربي اه مئة في المئة. او مهم انا كعطيكم امثلة. وهذا هو اللي غادي يجي العنوان الاول. جانتيني. من بعد مني غادي يتلوحو الفيديو هادي يتفاجئو بان هذا هو العنوان ديال الفيديو. مهم. لاش قلت لكم انا ما نكتبوهش طويل. من بعد ما كندير الوصف. كندوس دبا للصورة المتغرة كنلقت ما اجوتين. كنلقى هنا امبورتي اني ماج او لاشوازي اضو لفيديو. يعني نختار بالفيديو. كيف يعمل اختار من الفيديو ف Entre me اضوهي لها نختار اللي بابيت من الفيديو بلا ما نخدم الصورة المسغرة متلا بابيت. غيم الفيديو كانختار صورة المسغرة. وكنين كليقي للاختي قزتي من عنها اي recognized. لما بغيت. كديد شى تخدم صورة ببرانامج tienen photoshoop ديالي. كانو ويجة صورة وكنختارها و لا م wedجد لا يمكن اختار صورة bourget kaid KAID X. وأو اغير التجري leaving mرحلة الاولى انضغط لديك اجوتي وغذي نكليكي الى امبوردين ايماج. كيدخلني لكالوري. اه كنمشي انا غناختريكم واحد صورة يلا حطيته في واحد فيديو عندي بردوما. هكذا مباشرة كي اختار ليه يعني انا الصورة كدخول كنكليكي الاسويفو. من بعد ما كنتغط على اسويفو هنا عانتم كمكشتو العنوان اوه كنلقى هنا بيبليي وكنلقى هنا اه لزورسيون دو بيبليكاتيون يعني اه واش بغيت الفيديو دابا يعني يشوفوه الناس او لا بغيت نديرلو بروغرامي يعني البرغرامي نديرلو الوقت ديال باش انه نشر وقت النشر. الا بغيت نديرلو الوقت كنكليكي لديك بروغرامي وكن اختارلو الوقت اللي بغيت واش 6 سباح واش 7 عشية واش في الفين واربعة وعشرين واش واش في شهر تسعود مهمتي بقى الاختيار لك. صافي من بعد ما كان بروغرامي صافي وكنكليكي لابلي. من بعد اصدقاء ما كان قوموا نشر فيديو دبا الفيديو انا عندي اعطيتكم مثال كنكليكيوليه كيرجع لنا كهذا الفيديو المنشور على صفحتي الرسمية. هذا هو الفيديو كيرجع في حالك يا كيشوفو الناس وكيبدو يشاهدوه بطريقة سهلة للغاية. ملما اصدقاء هذه الطريقة الصحية لنشر فيديو على صفحتك وباش يساعدك ان تزادو لكم مشاهدات على صفحة. شكرا لمن تباني للنهاية والسلام عليكم ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله.